السلام عليكم لبنات كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير اليوم جيت نشارك معاكم موصفة الشيواء ديال الحوت والفرميسيل بحيك تجي بحال البسطية بحال البسطية طلعت صغار ولكن كتجي غزانة في الماداق دونك هادي درت فيها نواة صنجاك والحوت البيض دونك والاها هوايا خديته كونجلي يعني ما كانش عندي لطن بش أنا موشي نشريه لان الي كنت خدامة ووالا دونك سيبقصة ما ما خديتش الحوت هنا خديت الحوت البيض لان شرفتون زيان من الماء لان الحوت كيتلق الماء بالساف من الي كتبليك يسخن ينفو هذك المامشا وهدي ضفت عليه المعدنوس والقصبر وضفت عليه اقالمن التوم اضطت عليه الهريسة كيف ما كتشوفو دونك سيتا واخدها من كارفور عادي وابري خديت اغالمن لجو ديال الحامد وضفت عليه اغالمن الزيت البلدية دونك الويل دوليف الويل دوليف انا يا كنت مبقاش لعندي كان جني من المغرب مبقاش شريتو من هنا هاد المرة هادي غريتو من لافرونس دفت شوية وابري زيت عليها الزبدة دونك انفوا ضفت الزبدة هادشي والبنات كتجي غغزالة وكتجي كتتحمق عبتي البنات يعني ميداقوها اللي درناها درتها درناها في ديال 27 جاتك غغزالة في الفطور يعني ساهلة ساهلة وما فيها اجتمارة الحقيقة تكهل بسيطة اي واحدة تقدر تدير ذلك الشي اللي يبقى الحوط البيض اللي كتبغي يعني الحاجة اللي كتحبي تعمليها يمكنك تتعمليها دونك هنا اضفت الزيت اللي كان عندي غير شوية ضفت الزيت البلدية وابري حركت مزيان وخليت هادشي تشحر يعني باش يشرب يتشحر وعطي للمشي طيب هاد الزيت هاد اخذيتو من هنا يجي بالابتود انا نشريه من لافرونس مولفكي جيني من المغرب ديال المغرب بغزالة انا كي عجبني بزاف يعني هادك شي غير ولف انا ولفت ديال المغرب هنا يزت الحامض المسيير ايغال مولفكي نصوبه وكنصوبه الراسي ولكن ما كانش عندي الوقت باش ندير الحامض المسيير مرة جاي نشارككم الوصفة ديال كيفاش اللي كنستعمل انا هاد المرة هدي انا شريته يعني هاد الحامض المسيير خديته من كار فوغ دونك ماشي ديال الدار ميته هو كي يجي غزالة للبنات دونك انا ولفت علي فيتا مجربة وكي يجيني في المغرب كنصوب به دجاج كندير بيها الحوت يعني كندير بيها تاجينة الحوت وكوشي كي يجي كي شاي غزال يعني تفل البنات دياله دونك هنا يضفت الحامض المسيير خدرتو بالانتاريور دياله يعني الداخل دياله وابخي حركت هاد شي كامل ودرتو على بوطا يعني نار مهيلة ما جاهدش فيها نسيز ما درتش الملحة ايجالما غاد نزيد الكركوما الخرقوم البلدي وغاد نزيد البوافر البزار وابخي سيبان نكاتش ودرت ايجالما لو جنجمبر سكينجبير يعني كي يجي البنات في الماداق ما نقولش عليكم كي يجي غزال 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 كين اللي كي يستعمل الصوجة انا ما كنستعمل الصوجة ملي كندير بستيلة نيهائيا كل واحدو الطريقة دياله يعني كين اللي كي يستعملو كدجي زوينة انا ما ملفش عليها دونك سيبوغسا كنحاول نخليها بطريقة بلدية وكدجيني كي يجيني زوين يعني كيعجبني بزار دونك هنا من اللي سالي تحطيتو هنا يطيب لخاطره ولا حركت حركتو مزيان وعافتي البناثرها كدجي كتشهي كتحمق يعني درت كتحط ديروها في الفطور أولا تديروها يعني كوجبة ديال الغداء ولا ديال العشاء ممكن ترافقوها بسالات كدتعملوا معها سالات يعني اللي كتحبو انتو ما هي صافرها زعمة في هالمكونات اللي هما كيفيدو يعني الجسم يعني فيها دي بروتيين فيها بمال دو شوز دونك هنا خليتو كي طيب و جوستا كوتي استعملت نواد سانجاك عملت لي مام زنغريديون يعني جام نفس المكونات اللي درتهم في الحوت لبيض الأول استعملتو هنا في النواد سانجاك يعني التوم الحامض المسيار الهريسة الويل دوليف زيك البلدية والعصير ديال الحامض والخرقوم عرق يعني كنقولو خرقوم بلدي والسكينجبير والبزار والملحة دونك هاد نفس المكونات اللي عملتو في الحوت عملتو منايا وزدت عليهم ايقالمن البرسي المعدنوس والقزبر دونك راكي جيال وضفتها شعلت عليها شهية نار مهيلة وخليتها كالطيب بالمهل دونك هنا ايقالمن زدت الحامض هاد البسيط لاس هادو البنات كتقدروا تسميتها تقدروا تضيفو عليهم يعني حاجات اللي انتو ما كتحبوهم جوع تبدلو الحوت تزيدو مثلا شامبينيون نوار انا ما كنديرش شامبينيون نوار في البسطيلة ولا تديرو دي كروفات دي كورتيكي هادك الصغير وارتا هو دونك هنا ضفت كان عندي واحد هاد العطرية هادي هاد لزي بيستا وما يدي الحوت لو كنت شارياهم ضفت زتغير حاجة قليلة اللي زتها باش كتعطي واحد من نكها كتعطي زوزوينة واخدها ما واخدهاش من كارفومي واخدها من عند ولا ليش واخدها من ماجازان بيو ولا ونزق ما درتش البزار اللي درته فيه خمسة انواع دي البزار اللي استعملتهم في هاد في هاد نواد سانجاك نواد سانجاك انا كتجيني صغيرة ولكن ملي كتجيني يعني كبيرة ينفوها كنحطها على النار وكنخليها كتطيب كنقدر يعني فاش كتطيب كتقدري تقطعيها بالعود يعني كتتتنقصي منا ابخي هنايا جيت حال باش نكن نحضر الخاليط اللي كنستعملوه يعني كنخلطو بيه الافيرميسيل وكنخلطو بيه الحوتس وكنجمعوهم وهادي كي يجي غزال هلو هنايا اشنو استعملت فيه اخديت تومات كونسنتري ماتيش هادي الحك ودرت البرسيل معدنوس وسكين شبير البزار عاصير الحامد اخديت التومة درت الملحة درت الحامد المصير دونك هادشي كوشو كده الويل دوليف وكتخلطيهم زيان في هاديك السميتا كتخلطي وكتحطي هنا ايا دونك دو كوتي كتخلي في هاديك السميتا كتخلي يعني دو كوتي دونك انا لبنات انا خلطت جميع المكونات عملت الحوتس مع الافيرميسيل وعملت الاسوس اللي شحرتها وابخي انفوا شحرتها دونك زيتها على داك الخاليط وحاولت اندمج يعني انفوا من اللي كتخلطوه هاد الشرمو اللي هادي كالبناس كتجي في الماداقة عجيبة كتجي غزالة لان المكونات اللي فيها كلهم نفس المكونات باش شحرت زيت عليهم غير طومات كونسنتري زيت الهريسة الويل دوليف بيرسي الكوريوندغ دونك ابخي لزيبيس اللي شدرتهم في الاول وكتجي غزالة 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 دونك انا حاولت اندمج كل شي المكونات وزيت عليهم الشرمو لا شرمو لا وخلطت مزيان لانك من اللي كتخلطيها مع الحوت ومع الافيرميسيل كتشرب يعني كتاخد هاديك الاسوس وكتعطي واحد الماداقة عجيب ما يعني غزال 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 دخلتهم الفوق درت ليهم الزبدة تحلولي شوية سيتو تافي نرمال لاناني ما ما دوبلتش الورقة نرمال من ورقة خسين دوبلها لانا الورقة اللي استعملتها ما كانش شي كاليتي اللي هي مزيانة دونك ناصيحة من اللي تكونو كتعمر الورقة وكتديروها في اسميتها في الفخيجو يعني في الكنجلاتور حاولو تدوبلوها دونك هنا يا كيف ما كتشوفو ما دهنش الورقة بالزبدة يعني دير تغير بالزيت حيث الزيت كتجي كي جي كخوستيون يعني بسطيلا كتجي كخوستيون كتجي من قرمشة يعني ملي كتاكوليها كتتسمعي هذيك القرمشة ديالها دونك أنا استعملت هنا زلافة لانا ما كانش عندي هذيك لوسيق كل باش كنناخد القياس يعني يكون عندي قياس واحد دونك سيبا غغاف كتقدري تاخدي أمبول من عندك في الدار وكت يجي كقياس واحد دونك كتديري فيها كتدخلي اسميتها لفخص وابخي كت ملي كتطويها كتتلسقيها بصفرة البيت دونك ابو دامومو أنا حييت البنسو وخدمت بيدي دونك يابا ميو باش ملي أنا جادوغ نخدم بأي حاجة نخدمها بيدي سيبا غسر يزيستيتيسيان ريزادوغ تخافيها بكلوغما دونك ملي كتلسقيها وكتتحولي تجمعيها ودك شي كتعتق واحد للقياس لي هو غزال يعني ملي كتاخديها كتجي كقياس واحد دونك لا فخص كبغتي تكتريها كتريها أنا نصيحة مني لك كترتيها حاولي تغل في الورقة يعني تديريها على زوج مرات أنا دلتها غير مرات سيبا غغاف ماي لك انتي غدا لك أنوا عندك الناس وهادي حاولي تديريها لك أنت عندك الورقة دوبون كاليتي ديريها زعمة دف وأنا من الورقة كنشريها طالعة من كارفوغ يعني كن ماشي شي حاجة عندما شوفوا البنات القياس جا تغزالة سافي كان نحطها على الجنب وكان نعود نبدأ ورقة أخرى وانسي دوسويت دونك ملي كتجير عندما شوفوا البنات قياس واحد خليكم تشوفوا على راحتكم أبري غادي نتشوفوا في لسويت دونك جاتني أنا ناف ألو هاد البسيط لس هادو خديت الورقة حيث ما لي كنشي الورقة كيكون مع هاد الورقة هادا دونك أنا ساودرت له الزيت وغلفت اللي باستية صغار لأنني كندخلهم في الكونجيلاتور دونك أبري اللي بغا تدير دهنها بالزبدة سي با غرف إسي عندما البنات أنا من الكونجيلاتور دخلتها ديريك تمو الفوغ باش ما تخلي واش تطلق الفوغ كيكون صغون كتدخلوها ديريكت يعني كتدهنوها بالزبدة كنتمنى لكم رمضان كريم يدخل عليكم العيد بالصحة وبالسلامة باش ما تمنيتو وسيختو سيختو سيختو لسانتي كنتمنى أن أيامكم كلها تكون أفرح إن شاء الله وغا حبيت أنكم تشاركوا معي هاد الفرحة ديالي ديال هاد ليلة القدر وليعجبكم الفيديو ديروا لايك وبارتاجي وكليكيو على سابوني وكليكيو كدلك على الجرس وكليكيو كدلك على الجرس وكليكيو كنت من كونش كنت ثقيلة على قلبكم ورمضان كي يدخل عليكم العيد بالصحة والسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة